سيكون هفيد منيوه يا رفادي سناة جديدة لازم نصارغ حتى يحسوا بالحماس هو عالي وانا وانا و... قبل ما نبدأ لا تنسون تسويوا سببسكرايب عشان تشوفون حلقاتنا الجايب وبعد بوصيكم تروحون وتشوفون حلقاتنا اللي قبل نقيمة الطيارة صوينا فيها أشياء كتير جيدة بربية مرة غالية سبحنا مع القرش لعبنا حبينا نقول لكم كل عام وانتوا بخير وان شاء الله سنة سعيدة ومليونة نجاح مالدة كل حمال اليوم حبينا أنا وعمل أشارككم بأكتر مقتطفات صارت لنا في 2018 والأشياء اللي نحنا نوين عليها أو نتمناها في 2019 أول شي أنا كنت حابة أسألت كيف كانت 2018 وشو أحلى شي فيها وشو أسوأ شي فيها 2018 هي نقطة التحول في حياتي أنا أعتبرها كانت سنة حلوة بالنسبة لي ما توقعت أنها تكون حلوة كان الحظ حقي في آخرها اللي صار أنه من جد أنا آخر كم شهر في 2018 كانت عمر من جد كانت نقطة تحول مرة كبيرة لي نفسياً عملياً شخصياً كل شيء كل سنة يعني أنا ما شبت أنها سنة كاملة تكون حلوة سنة كاملة كثير حظ وكثير نجاح أنا كل سنة في نهاية السنة أحط أهداف تقولي واحدة من الأشياء اللي حتكون في راسك في التودوليس في 2019 عاجبني أن أرجع الجم وشوي أبطل ماي بودي تبطل مثلاً كح أيوة إزيان إن شاء الله هالسنة عاجبني كثير أني أستقر خلاص وبقرر أن دبي يكون مكاني هناك تقريباً 12 بلد مرة نفسي أزورهم والمشكلة ليست هنا عمر المشكلة كل بلد في جهة أنت كل اللي يعرفون بلدين بس في لبنان والسعودية في أحلى من لبنان والسعودية لا خلاص روحي لبنان وردي السعودية وتعلي دبي السنة هذه أكتر شيء كان بالنسبة لي مديني بوش أني أتحمل كل الضغطات اللي كنت فيها كلامكم الجميل وأنكم من جد بتوصلوا لي محبتكم في الكومنت لا تنسون في الكومنت أكتبو لنا شو الريزولوشن مالكم شو حابين نسوون في 2019 وشو حابين تكون أهدافكم وإيش الأشياء أكتبو لنا ثلاثة أشياء كانت وحشة في 2018 ثلاثة أشياء متمنيين هتصير أحلى في 2019 كل عام أنتم بخير أغان مرّا نحبكم مرّا نحبكم مرّا نحبكم كثير إن شاء الله ولا تنسوا سبسكرايب سبسكرايب عشان كل فيديو جديد أنا وعمر من نزلوه ليوصلكم وكمان اللايك والشير مع أصحابكم خليهم هم كمان يجوا عندنا ويكتبوا لنا إيش هتدولست حقتهم مرّا نحبكم هابي نيويير هابي نيويير